قلاقل بالشكل أو بآخر إما قلاقل كبرى مثل اللي تشهدها وسط إفريقيا اللي عصنتها بانغي أو ليبيا أو قلاقل تتصعد من حل آخر مثل اللي شهدتها أثيوبيا العام ليفات حرب أهلية أدت إلى مقتل العشرات الألاف واتشاد تحدث فيها حروب مستمرة لا تتوقف إيريتيريا الأوضاع متوترة فيها طول الوقت جنوب السودان حطت فيها حرب أهلية قبل أربع سنوات ماتوا فيها عشرات الألاف إذن أن السودان أصلا محاطة بدول فيها قلاقل إما قلاقل محدودة مثل مصر الآن وإلى حد ما إيريتيريا أو قلاقل بشكل معتبر مثل أثيوبيا وتشاد وجنوب السودان أو قلاقل كبرى مثل إفريقيا الوسطى ناهيك على أن السودان نفسه في عشرات الميليشيات وعشرات الحركات المسلحة تخيلوا ذلك البارد ليس بعيدا على السودان الصومال والصومال المنقسمة إلى دولتين الآن أيضا وطبعا عارفين وش يحدث في الصومال ليس بعيدا علىها أيضا بوركينافاسو ومالي حيث جماعات فاغنر مسيطرة هناك أي أن في الحقيقة إفريقيا جنوب الصحراء وحتى إفريقيا الشمالية الآن حتى إفريقيا الشمالية فيها اضطرابات إما اضطرابات محدودة أو اضطرابات على أبواب انتقع أو في كل دول إفريقيا الشمالية أما إفريقيا ما تحت الصحراء فكلها مضطربة وأحيانا مضطربة في شكل حروب أهلية إما حروب أهلية دائمة أو حروب بين الدول أو حروب مؤقتة بين القبائل أوضع كارثية في إفريقيا أوضع مؤلمة جدا جدا وهذا أيضا لذخم هذه العداء هو هذه الحرب الروسية الأوكرانية فالروس زادوا من شرستهم في إفريقيا ضد الوجود الفرنسي والأمريكي والصين داخلين الآن أيضا بقوة في إفريقيا فإفريقيا تدفع الثمن عندما يتصار على الأفيال فإن الحشيش هو الذي يدفع الثمن الآن دول كبرى الولايات المتحدة فرنسا روسيا الصين على الأقل هذر بعض دول وكان دول داخلها بشكل أو بآخر طرقيا والهند متصار على إفريقيا والشعوب الإفريقية تدفع الثمن والجيوش الإفريقية أحيانا تقتل الشعوب وأحيانا تتقاتل فيما بينها وأحيانا تنقسم بولاءاتها إلى دول أخرى إلى آخرهم فمؤلم جدا ما يحدث